يحث الطالب أدهم الخراز الخطى نحو مستقبل لم تعرف ملامحه بعد لكن طموحه أكبر من كل المستحيلات طالب أدهم بخية الخراز أطلب للمدرسة 7 يوليو وأنا ساكن مخيم الكويت وأتي إليها كل يوم هنا في مدرسة 7 يوليو في مخيم الكويت شرقي مدينة ماربة تلميذ أصروا على مواصلة تعليمهم وتحقيق أحلامهم رغم الحرب والنزوح فلما كان لليأس في نفوسهم مدرسة 7 يوليو قد تكون أفضل من غيرها من المدارس الأخرى وذلك لما تحقق في توفير هذا المبنى بمساعدة أحد الرجال الخيرين الذين أسهموا بذلك حتى صار حظنا تعليميا يليق بالطلاب لأن المدرسة ينقصها أشياء أساسية والتي تتمثل باستكمال فصولها الدراسية وتجهيز الإدارة المدرسية وإيجاد عقود للمعلمين المتطوعين وغيرها من مستلزمات التعليم هذه المدرسة كما رفعت الصورة كثافة الطلاب تعاني أيضا من الازدحام الشديد في الفصول كذلك عدم توفير مكتب داري لدارة المدرسة كذلك أيضا زيادة الفصول لا بد أن تتوفر لدى هذه المدرسة لحيث الطلاب الأكثر من ستين طالب أو خمسين طالب في فصل وهذا لا يستطيع أن يستوعب الطالب أي معلومة أكثر من مائتي طالب وطالبة هم قواموا مدرسة السبع يوليو الأساسية والعدادية يطمحون أن تتوسع مدرستهم حتى الثالث الثانوي في العام القادم ليتمكنوا من مواصلة دراستهم دون عناء أو الذهاب إلى مدارس بعيدة أو التسرب الدراسي نحن في مدرسة سبع يوليو بحاجة إلى الفصول أولا أن الفصول صغيرة وبحاجة إلى مدرسين أكثر من في المدارس الثانية بيقروا العدد كثير الطلاب كثير ومدرهم مدرس واحد نحن فصولنا صغيرة ونحتاج إلى مدرس كثير أيضا نحتاج إلى السابع والثامن والتاسع والعلم أمانة والتعليم أمانة عام دراسي جديد مليء بالآمال والأحلام في بلاد النزوح آمال وأحلام أقلها توفير كل المتطلبات والمستلزمات المدرسية التي قد تذكل كاهل الآباء وهي دعوة إلى كل الجهات الرسمية والمنظمات المهتمة بالتعليم إلى النظر إلى مستقبلها أو لا والتحقيق أمالهم وتطلعتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر